السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم واحد من الأمور اللي بنسمعها بشكل دائم من الناس اللي ما بدها تنتقل لنظام لينوكس أو بيقلك أنه أنا هذا السبب اللي بيمنعني من الانتقال هو حزمة مايكروسوفت أوفيس بيقلك أنه أنا اعتمادي بشكل كبير بيكون على وورد وعلى إكسل وإذا رحت للينوكس ما في عندي أي بديل خلينا اليوم نعمل مقارنة رح تكون مقارنة سطحية وليست مقارنة عميقة جدا ما بين مايكروسوفت أوفيس وليبري أوفيس بهي المقارنة رح اتطرق لبرنامجين اتنين ما رح ادخل بكافة البرامج اللي موجودة بحزمة أوفيس واحدة ولا تانية ألا وهن برنامج تعديل النصوص وورد اللي بيجي مع المايكروسوفت أوفيس ورايتر اللي بيجي مع ليبري أوفيس وبرنامج السبريتشيتز ألا وهو إكسل على مايكروسوفت أوفيس وكالك على ليبري أوفيس هلا خلينا أول شي نبتدي مع نظام ويندوز لأنه مثل ما حكيت بالمقدمة أنه المايكروسوفت أوفيس ما في عندي طريقة مباشرة وسهلة أني نزله على نظام لينوكس هلا أنا فاتح الورد من حزمة المايكروسوفت وفاتح ما يكافئه اللي هو الرايتر من حزمة الليبري أوفيس أول شي ممكن أني لاحظوا أنه في عندي بعض الاختلافات بين الواجهتين طبعا لأنه الليبري أوفيس في عندي باعتبار أنه برنامج حر ومفتوح المصدر فأنا ممكن أني غير الواجهة طبعا هذا الشي صار بالإصدارات الجديدة بالإصدار السبعة بتوقع أنه ضافوا عندي إمكانية أنه يكون في عندي التبويبات فلو أجينا لقسم view وأجيت لليوزر انترفيس وأخذتها للتابت اللي هي عبارة عن التبويبات وقلت له apply to all مو بس أنه يطبق ليها للرايتر فهلأ رح يصير في عندي تبويبات شبيهة بالتبويبات اللي موجودة بهزمة مايكروسوفت إذا لاحظت أنه بالنسبة للخيارات اللي موجودة بالتبويب الأول مثلا بتبويبهم فهي متشابهة إلى نوع ما يعني بشكل كتير كبير فأنا في عندي أزرار في عندي للbase في عندي لللسق في عندي للقص في عندي للنسخ عندي إمكانية أعمل نسخ للسطايل المعين للكلون في عندي إمكانية تغيير الخطوط في عندي البول في عندي الإيتاليك فيعني هاي الأمور موجودة بالحزمتين ما فيها أي اختلاف حتى إذا كان بدي أعمل محازات للنص من اليمين لليسار من اليسار لليمين بدي أحطه بنص الشاشة فهي الأمور يعني من البديهيات اللي موجودة بأي حزمة يعني صارت موجودة بأي حزمة office ما عادت حكر على مايكروسوفت فيعني هاي أول شيء اللي لازم تحطها بالك إنه أنا ما في عندي هالاختلافات اللي كبيرة إذا كنا عملنا نحكي على برنامج الword processing هلأ رح نشوف بالمثال اللي بعده اللي هو الإكسيل كمان إنه ما في عندي هالاختلافات اللي كبيرة من حيث الوظائف الأساسية هلأ إذا بدي أكون عمالي أكتب نص عربي كمان في عندي إن يحط المؤشر إنه يكون من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين فكمان هذا الكلام موجود بالحالتين أنا عملت فيديو من فترة إذا ما كان Libre Office عمال يدعم اللغة العربية عندك كان الحكي مخصوص للمينت فكيف ممكن إنك تضيف دعم اللغة العربية خلدينا نرشع نشوف كيف نعملها فهلأ لو أجيت للخطوط للهامبورغر مانيوم وأجيت للoptions ومن الoptions رحت لقسم language وأجيت للlanguages وأجيت للcomplex text layout فهلأ هون ممكن إنه ضيف دعم اللغة العربية هي بالبداية ممكن إنه ما يكون هذا الخيار مفاعل هذا الكلام بينطبئ على Windows وبينطبئ على نيلوكس فأنا أضيف complex text layout وبحط اللغة العربية اللي بدي إياها وبعدها رح يصير في عندي إمكانية الكتابة من اليسار لليمين على Microsoft Office نفس الكلام حتى يعني الأيقونات يعني نفسها متشابهة صح أنا في عندي أيقونة مختلفة الألوان مختلفة المآس مختلف بس الأيقونات مختلفة الأيقونات نفسها هلأ إذا جيت لقسم الinsert بالبرنامجين إذا جيت للتابة اللي بعدها رح شوف كمان إنه أنا هون كمان في عندي الinsert في عندي إمكانية إضافة جدول في عندي إمكانية إضافة chart في عندي إمكانية إضافة صورة فهذا الكلام يعني ما في هاي الاختلافات الكبيرة هلأ اللي ما رح لقيه بالlibri office اللي هو إمكانية إضافة أشياء إمكانية إضافة أشياء online لأنه هاد مربوط بحسابك على مايكروسوفت بس إذا بدي يضيف ترويسة بدي يضيف التزييل أو الفوتر فبالبرنامجين يعني كل هاي الأمور ممكن أن يضيفها ما في هالاختلافات الكبيرة لو جيت لللي آوت كمان إذا بدي حط بدي يغير الهوامج بدي يغير أو جهة الصفحة هل هي بالطول أو بالعرض بدي يغير مقاس الورقة بدي أعمل النص يكون بعمودين بثلاثة فهذا الكلام موجود كمان إذا جيت هون على الديزاين على اللي آوت رح شوف أنه عندي نفس الأوبشنز إذا كان بدي يغير التايتل بدي يحط ووتر مارك فالعلامة المائية فكل هاي الأمور ما عندي هالاختلاف بين البرنامجين لو جيت لقسم الريفرنسيز كمان هلا هون رح شوف أنه بحالة الأوفيس في عندي خيارات أكتر لأنه طبعا يعني بالأخير يعني البرنامج متعوب عليه أبتر بس يعني مثلا لو اجينا لقسم insert caption أني ضيف عنوان لصورة أو لملأة أو لشدول صح هي بالها موجودة بالتاب اللي أنا فاتحها حاليا بس ممكن أن نضيفها وهلأ رح نشوف المثال اللي رح نقارن فيه الملفين لو اجيت لقسم الريفو فهي النقطة كمان هلا إذا أنا كنت بدي أشارك أو بدي أبعث الملف لشخص لحتى يعمله عملية مراجعة يعمل تعديلات يعمل تصحيحات يضيف كومنت يضيف تعليق فهي الشغلة كمان لو اجينا للريفو بالأوفيس رح شوف أنه في عندي التراكينج في عندي قسم التراكينج اللي موجود هون هلا حاليا ما لمفعل واجيت هون لليبري أوفيس فكمان هو هون مكتوب اسمه الريكورد بدلا ما يكون اسمه التراكينج تاسية نفس الوظيفة هو هاي وصيفة التراكينج كمان إذا كانت بدي أشوف كل التعديلات اللي صارت بدي أضيف كومنت فهذا الكلام موجود بالبرنامجين ما في عندي أي اختلاف بيناتهم خلينا هلا نفتح الملف اللي أنا مجهزه لهذا المثال بأول شي خلينا خلينا نبلش مع الأوفيس فأنا رح أفتح هاد الملف اللي أنا مجهزه ومثل ما اللي شايف أنه يعني أنا باعتبارني حاطت دارك مود للويندوز فحزمة الأوفيس اللي موجودة هون أخذت نفس الدارك مود بس بالبداية شايف أنه أنا عندي معادلة عندي نص معين عندي بسطر من الأسطر حاطت نص إنجليزي مع النص العربي بالسطر اللي بعده حاطت نص عربي مع النص الإنجليزي الاتنين أخذين السياق للسطر بشكل صح يعني كلمة نص لازم تطلع بمكانها المناسب كلمة إنجليزي طالعة بمكانها المناسب جينا إذا شفت الجدول عندي هذا الجدول بدون أي محتوى عندي جدول تاني مع عنوان للجدول بعدها عندي في صورة والصورة كمان في إلها عنوان وبعدين في عندي صورة أنا حاطتها بمحازات النص لحتى يكون في عندي صورتين مختلفين لحتى شوف الفورمات هل رح يتغير وقت اللي رح افتح البرنامج التاني وقت اللي رح افتح الليبري أوفيس ولا لا فهلأ مثل ما أنا شايف إنه هذا هو الشكل الأساسي لهذا الملف اللي بدي يقارنه وأنا عامل عليه عملية change track فأنا شايف إني ضايف comment ضايف عنوان ضايف تعليق وعامل عملية تغيير الكلمة الأساسية كانت ضمن وأنا بس لحتى أني غيرها حاطت في إطار يعني بس هي مجرد أني بدي يشوف شو الاختلافات هاللكلام طبعا بيتم عن عملية عن طريق عملية الـ review وأنا مفعل track changes وقال له أنه أظهر لي كافة التغييرات هاد في حالة Microsoft Office والـ Word فهي هي الفورمات اللي أنا عاملها لهذا الملف خلينا نفتح هاد الملف مع LibreOffice لنشوف إذا رح يكون بنفس الشكل ولا في عندي أي اختلافات هلا هاي نفس الملف اللي كنا عمالنا نشوفه من شوي هو نفس الملف ما عدلت عليه أي شي رح نشوف بالبداية إنه بالنسبة للشينجيز أو للكومنت فهي الكومنت نفسه موجود موجود فأنا إذا بعطت هذا الملف لشخص ثاني ما عنده وكان عنده LibreOffice فممكن أنه نشوف الكومنت أو التعليق اللي أنا ضفته ويضيف تعليقات جديدة ويرد على التعليق فما في أي مشاكل يعني رح يكون في عندي إمكانية إنه أعمل له عملية Reply ووقت اللي بعمل Reply وبحفظ الملف رح يطلع ووقت اللي برجحه للشخص اللي مستخدم الوفيس رح يطلع الرد على الكومنت اللي هو عمله بالنسبة لعملية التغيير الكلمة اللي نحن غيرناها صح الألوان مختلفة بسعبه مو مشكلة لأنه كل برنامج مستخدم مستخدم ألوان خاصة فيه فكمان يعني التغييرات اللي عملتها عن نص لساها موجودة أنا إذا كان بدي أقبل هذا التغيير فبالزر اليمين رح قل له apply changes change وبحالة اوفيس رح قل له accept إذا ما بدي أعملها بالزر اليمين واجيت على review كما ممكن إني أقبل التغيير ورح ينطبئ إذا جينا بالنسبة للجداول رح شوف إنه الجدول موجود بحالته لو جيت للجدول اللي معه العنوان كمان رح شوف إنه العنوان صح وطلع بخط مختلف بس هاي الأمور يعني ممكن إني اجاوزها إذا كنت عمالي استخدم إذا كنت عمالي عدل اللخطوط بشكل صح بس إذا طلعنا على محتوى أو على format الملف بشكل عام فرح شوف إنه ما صار في عندي أي اختلاف يعني عملية إضافة العنوان للجدول طلعت بشكل صح حتى مآس الجدول ما تغير حتى لو إجينا شفنا للصورة كمان مع العنوان ما في عندي أي اختلاف ما عدا العنوان ما عدا الخط فهلا أنا إذا حددته ممكن أني عدل الخط بالشكل اللي بيناسبني فلو إجينا لخط الاريال هلا خط الاريال ما رح يشتغل لأنه أنا هاي النسخة اللي موجودة عندي بدي أضيف عليها الخطوط العربية بس لو حطيت خط أميري مثلا اللي رح يكون موجود بالنظامين أو بنظام ويندوز اللي هو خط مجاني وفتوح المصدر على نظام لينوكس ممكن أن ينزله بكل بساطة فهلا هذا الخط رح ينطبئ على البرنامجين كمان هلأ لنأجي للنقطة الأخيرة اللي هي عملية الصورة اللي أنا حاطتها بمحاسات السطر فكمان شايف أنه ما انسحت ما تغير مكانها ضلت بمكانها الصح فبالنسبة لموضوع التوافقية ما لي شايف أي اختلافات خلينا هلأ هاد البرنامج نفسه هاد الملف نفسه رح نرجع ونضيف عليه شوية أمور ببرنامج الليغري أوفيس وبعدين نشوفها كيف رح تروح للمايكروسوفت أوفيس فالأشياء اللي أنا ما لي ضيفها بهذا النص اللي هي عبارة عن ليستة قائمة إما بناءات أو قائمة مرقمة فلو اجينا لحط نضيف قائمة بناءات رح نختار الدوائر فرح أقول له أنصر أول أنصر ثاني وأنصر ثالث رح ضيف هدول العناصر الثلاثة هلأ رح نرجع أنضيف قائمة ولكن رح تكون مرقمة فرح إجي للأرقام ورح اختار النمط الأول كمان نفس الشي رح نقولها يعني عمال يكتب نص جدا مهم أنصر أول مرقم عنصر ثاني مرقم وأنصر ثالث مرقم هاي الأشياء اللي ضفتها على هاد الملف بسدخدام الليبري أوفيس رح أحفظه طبعا لازم تحط ببالك أنه وقت اللي بتحفظ هاي الملفات لازم تكون بصيغة الدوك اكس لحتى تكون بتوافقة مع الويندوز فرح يجي للسيف هلا هذا بالأساس أنا حافظه لأنه فتحته من الويندوز أنا حافظه بصيغة دوت اكس فرح الدوك اكس فرح نقل له save از وشايف مثل ما اللي مختار أنه التايب اللي هو وورد 2007 365 رح له اوكي وهلا أحفظت هلا أعطاني أنه بدي أحفظه بصيغة الو دي اف اللي هي او دي اف بشكل ممتاز فرح نحفظه بصيغة المايكروسوفت اوفيس خلينا نرجع نفتح نفس هذا الملف ببرنامج الوورد فهلا بعد ما فتحته بالوورد شايف أنه أعطاني أنه أنا عملت عملية تغيير خط والخط طلع الأميري يعني حطل الخط الصح وعملية التغيير للساعة موجودة لو اجيت لقسم العناصر أو لقسم القوائم شايف أنه ما غير لأي شي فنفس الفورمات اللي كان موجود بالليبري اوفيس لسا موجود بحد ذاته بالمايكروسوفت اوفيس فبالنسبة لهذا المثال البسيط اللي عرضنا يعني شايف أنه البرنامجين اتعاملوا مع الملف اللي أنا عمالي اشتغل عليه بشكل صح يعني أنا إذا كان عندي مايكروسوفت عنده الليبري اوفيس بحالة التكست دوكومنت ما رح نشوف أي اختلافات هلا الاختلاف الوحيد ممكن يكون بعملية السرعة نظام السرعة من نظام أو إذا كان في عندي النقطة اللي ما حكيت عنها بالبداية اللي هي المعادلات لو جيت للمعادلات شايف أنه بحالة خلينا نغير الواجهة لل للون الفاتح بحالة المعادلات هلا شايف أنه هاي المعادلة بالأساس أنا هون في عندي نجمة فوق الكيو في عندي نجمة بس لسبب من الأسباب الليبري اوفيس ما تعامل مع النجمة بشكل صح وحزف لي فبحالة المعادلات السبب راجع لأنه أنا هاي المعادلة كاتبها باستخدام أداة المعادلات اللي موجودة بالمايكروسوفت أوفيس فالطريقة الأفضل أني اكتب هاي المعادلات ببرنامج تاني طبعا وقت اللي بيجي الموضوع للبيبرز العلمية يعني الحل الأفضل أو الطريقة المعترفة عليها أنه نستخدم برنامج اللاتيك بس إذا كان استخدامك ما في أي معادلات رياضية فما رح تشوف أي اختلاف بين البرنامجين وتبعث الملف من برنامج للتاني رح يكونوا متطابقين تماما خلينا هلأ نفتح برنامج الأكسل والسبرد ونشوف نفس النقاط اللي شفناها بالبداية هلأ بالنسبة للأكسل اللي جايه من الأوفيس من المايكروسوفت أوفيس والكالك اللي جايه من الليبري أوفيس فكمان رح شوف أنه ما في عندي اختلافات طفيفة من ناحية الواجهة لأنه كل واحد مطور من قبل شركة معية مختلفة بس يعني كما شايف أنه الاتنين بيعطوني نفس الوظيفة وأنا شخصيا ميال للواجهة اللي ماشي فيها الليبري أوفيس وبيعطيني خيار إذا ما عجبني نظام التابس أو نظام التويبات بحب الواجهة التقليدي الجديدة التابس أكتر من الواجهة القديمة بس كمان يعني شايف أنه الاتنين في لهم نفس الوظائف الأساسية فأنا في عندي في عندي إمكاني إضافة في عندي إمكاني إضافة شيت جديدة جديدة بالزر اليمين إذا ضغطت على سل أو على رو ممكن أني ضيف ممكن أني ضيف رو جديد عمود جديد أو سطر جديد قبل بعد يعني نفس الخيارات اللي موجودة بحالة المايكروسوفت إكسل هاي بتوقع النسخة الجديدة ما بعرف 2021 ما لم يتعود عليها أنا ما بستخدمها بس لفيديو اليوم يعني حطيتها طبعا هاي نسخة تجريبية وما لها مقارسة لأني بعد هذا الفيو رح أحزف الويندوز بالكامل بس مثل ما اللي شايف هلا وين بيجي الاختلاف بين الإكسل والكالك بيجي بعملية عدد الأسطر الأعظمي اللي بيدعمه كل واحد من البرنامجين بحالة الكالك هاي النقطة السلبية لأنه ما بيدعم يعني ما في عندي إمكانية أنه يكون في عندي يمكن الحد الأعظمي بحالة الإكسل هو مليون سطر أو من هالرقم يعني في عندي عدد لا نهائي من الأسطر أما بحالة الكالك فعدد الأسطر محدود توقع أنه لغاية الخمسة آلاف أو عشرة آلاف سطر يعني بيتعامل معها بدون أي مشاكل بس هلا أنت يعني حتى خمسة آلاف أو عشرة آلاف سطر يعتبر الرقم لا يستهان فيه النقطة التانية بالاختلاف بين البرنامجين اللي هي كيفية أو استخدام موارد الجهاز الإكسل بيستخدم كل المعالجة كل الأنوية اللي عندك فهو في حين أنه الكالك هل هنشغالين على إضافة بس حاليا هو بيستخدم نواة واحدة أو من المعالج اللي عندك فعملية معالجة البيانات وقت اللي بيكون في عندي كم كبير من البيانات بدي يعالجها على الإكسل رح تكون أسرع بكتير من حالة الكالك خلينا نفتح ملف بالبرنامجين أنا آسف بس هاد الملف اللي رح يفتحه هو ملف الشغل اللي عندي فهو بالأساس مكتوب من بالإكسل رح نشوف كيفية بس رح نشوف لمحة على أنه البرنامج الملف رح يطلع بنفس الشكل بالبرنامجين بس ما رح نفوت بأي تفاصيل لأنه هاد ملف للشغل فهلأ مثل ما اللي شايف يعني هاي هي الصيغة الأساسية للملف اللي عندي فهذا الملف يعني فيه عندي ما يقارب 30 أو 40 سبريدشيت أو اللي هي الصفحات المختلفة الموجودة بالملف بس يعني هاد شكل هون وهن موجودين بالإكسل لأنه بالأساس هو مكتوب باستخدام إكسل خلينا نشوف إذا كان الليبري أوفيس رح يفتحه أو لا فتحه وبدون أي مشاكل لو أجيت للسبريدشيت المختلفة اللي موجودة فيه رح شوف أنه عرض لياها بالكامل بدون أي مشاكل لو رشعت للسبريدشيت للصفحة اللي كنت فتحه منه شوي اللي كان فيها صورة فلو أجيت لهذه الصفحة فرح شوف أنه عرض لياها بالنسبة لحالة الماكروز طبعا الليبري أوفيس ممكن أنه يشغل الماكروز اللي مكتوبة بالفيشوال بايزيك بس رح يكون فيه عندي مواطيع توافقية فبحالة الليبري أوفيس بالأعمل أغلب الناس بتستخدم البايثون لحتى تكتب الماكروز اللي بتدايها فهاي رح تكون نقطة اختلاف بين الاتنين طيب خلينا هلأ نجي نشوف بس مقارنة على صفحة الليبري أوفيس نشوف هن شو حاكيين عن الاختلافات بين البرنامجين طبعا أنا ما رح احكي على كل وحدة من الاختلافات بين البرنامجين لأنه في عندي كم كبير بس إذا لاحظت على صفحة الليبري أوفيس الأساسية أو على رح شوف الاختلافات والتشابهات بين البرنامجين ومجزئة لحالة الجينيرال اللي بتغطي الحزمتين وبعدين في عندي قسم بيحكي عن الورد أو عن الرايتر رح شوف بعدين في عندي هاد القسم اللي موجود هون يعني بالنسبة للورد بعدين رح شوف الاكسل أو رح شوفها وإذا بدي يفوت بقسم الباور بوينت كمان رح شوفها موجودة هلا أنت إذا كان اعتمادك بث على هدول البرامج الثلاثة يعني أنت استخدام أي واحد من البرنامجين أو من الحزمتين رح يكون متشابه هلا هاد الكلام كنا عملنا نحكي ونحن موجودين على ويندوز خلينا نروح للينوكس ونشوف كيف رح يطلع عندي شكل الملف وهل في عندي أشياء لازم أني أعملها لحتى يشتغل بشكل صح ولا لا هلا بحالة فيدورا لحتى ضيف دعم خطوط مايكروسوت في عندي أمرين لازم أني اكتبهم بالتيرمينل طبعا الأمرين رح يكونوا موجودين بسندوق الوصف الأمر الأول رح يثبت لي عدد من البرامج مثل الفونت كونفيك الكاب اكستراكت الكال ال هدول البرامج بالأعمل أغلب يكونوا موجودين بس إذا ما موجودين بيرجع بيثبتهم مرة تانية الأمر الثاني اللي هو رح يجب لي اللخطوط اللي بديها رح ينزل ليها من بصيغة RPM ويثبت لي اللخطوط وبعد ما أعمل عملية إعادة تشغيل حتى بدون إعادة تشغيل رح يشتغلوا اللخطوط مباشرة بس إعادة تشغيل مفيدة بحالة تغيير اللخطوط أو تثبيت اللخطوط على على فيدورا بحالة أوبونتو رح أترك بقسم بحالة أوبونتو ومشتقاتها رح أترك بسندوق الوصف شو هي الخطوات اللي لازم نعملها أو الأوامر اللي لازم نكتبها لحتى نضيف دعم خطوط مايكروسوفت لأوبونتو وبحالة أرش اللخطوط كمان موجودة على يمكن اسمها تي تي اف داش ام اس كمان رح أترك بسندوق الوصف شو هو الأمر اللي لازم أنك تكتبه إما باستخدام الياي أو البارو لحتى أنك تنزل خطوط مايكروسوفت على أورج ومشتقاتها بعد ما نزلت خطوط مايكروسوفت طبعا هلأ الخطوط بحد ذاتها متاحة ممكن أنك تستخدمها ومايكروسوفت هي يعني عاطي الخطوط للجميع يعني أنت مع ما لك تعمل عمليات قرصنة أو أنك تروح تجيبها من مكان ما هلأ أنت إذا كان في عندك إذا كان في عندك إقلاع مزوج في عندك ويندوز موجود على بارتيشن ولينوكس موجود على بارتيشن تاني ممكن أنك تروح لبارتيشن ويندوز وتنسخ الخطوط وتحطها ضمن بارتيشن الخطوط ضمن مثار الخطوط اللي موجود بلينوكس هذي المسار هلأ أنا بحالتي هون ما رح نشوفه بس بالعادية رح يكون في عندي مسار lusr share font وضمن هذي المسار رح تعمل مسار اسمه ttf إذا ما كان موجود ضمن مسار lttf أو ضمن مجلد lttf رح تحط الخطوط اللي نسختها من الويندوز طيب بعد ما شفنا كيف رح نحل موضوع الخطوط خلينا نشوف إذا كان الملف اللي يعملنا من شوي بنظام ويندوز وباستخدام Microsoft Office رح يشتغل على LibreOffice باستخدام برناء على لينوكس باستخدام LibreOffice فأنا عندي نفس الملف رح افتحه بال LibreOffice فمتل ما اللي شايف يعني كمان الملف طلع عندي بالكامل ما في أي اختلاف بالفورمات في عندي العناصر في عندي changes في عندي comments اللي موجودة الصور طالعة بشكل صح العناوين طالعة بشكل صح الخط باعتبار اني انا ضايف دعم خطوط Microsoft على Ubuntu على فيدورا فطلع عندي كامل الفورمات بحالة المعادلة او او مثل ما حكيت في حال كنت بدك تضمن معادلات بنصك او بملفك فهون لازم يكون عندك شوية حذر اما باقي ما تبقى اذا انت كنت عمالك تكتب كتاب عمالك تكتب مقالة عمالك تعمل اي شي فما في اختلاف بين انك تستخدم LibreOffice ولا انك تستخدم Microsoft Office ورح نختم الفيديو بكل متين استخدام LibreOffice يغنيك عن استخدام Microsoft Office بتسعين بالمئة من الحالات اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم اراءكم وتعليقاتكم تركوا ليها بقسم التعليقات لحتى نشوف هل فعلا انتو في عندكن هالاستخدام اللي بيتطلب منك انك تستخدم Microsoft Office حصرا ولا استخدامك ممكن شغلك ممكن انك تعمله من LibreOffice بالنسبة للاشخاص غير المشتركين اذا شايفين محتوى القناة مفيد وممتع فلا تنسوا ضغط زر الاشتراك لحتى نكبر يوم بعد يوم وبالتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة